وفي ذات المناسبة شدد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رفضه لتولي رئيس جديد لمجلس النواب العراقي من خارج حزبه متوقعا الخروج بشخصية توفقية وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة وحول اختيار مرشح للمنصب من خارج تقدم قال الحلبوسي إن الأغلبية النيابية لدى حزبه وهذا استحقاق سياسي وانتخابية فيما يطرح مراقبون فرضية دعمق والتنسيقي الشيعي لهذا التوجه بعد فشل المعارضة السنية من تخالفات حسم والسيادة والعزم والصدارة في الاتفاق على مرشح واحد المراقبون يقولون أيضا أن خيار السلة الواحدة ربما يكون أقصر طرق الخروج من ثلاثية البرلمان وديالا وكركوك باعتماد الأغلبية في البرلمان ومجالس المحافظتين لمنع العودة إلى مربع الأزمات بعد تهدئة أجواء انتخابات برلمان كردستان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر